بمناسبة اليوم الوطني للمتبرعين بالدم المصادف لـ 25 أكتوب من كل سنة وتنفيذ لبرنامج المسطر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص الحملة الثالثة للتبرع بالدم سخارة مصالح أمنولاية الجزائر كل الإمكانية المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة من خلال العيادات المتواجدة على مستوى مقرات أمنولاية وتوفير الوسائل الطبية وكذا تحسيس الشرطيين من أجل التبرع بالدم وتوفير هذه المادة الحيوية لفائدة المرضى هذه الحملة انطلقت بتاريخ 21 أكتوب سنة 2018 وامتدت إلى تاريخ 25 أكتوب من نفس الشهر